وعلى صعيد مستجدات أخبار الشركات والأعمال كشفت القوائم المالية مجمعة لبنك البركة مصر العام الماضي ارتفاع أرباح البنك بنسبة 27% على أساس ثانوية وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم أنه سجل صافي الربح بلغ حوالي مليارين ومائتين مليون جنيه خلال 2023 مقابل نحو مليار وسبعمائة مليون جنيه أرباحا في العام قبل الماضي مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية وفي الإمارات ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في سوق أبو زبي الأوراق المالية بنهاية العام الماضي إلى 32 مليار درهم مقارنة بأرباح قدرها 25 مليار درهم تحققت في العام قبل الماضي وبنسبة نمو قدرها 28% وبحسب بيانات منصة أرقام تضمنت نتائج عام 2022 أرباحا استثنائية قدرها 3 مليارات درهم نتيجة ببيع بنك بو زبي الأول حصة في شركة تابعة له بالإضافة إلى أرباح القيمة العادلة من الحصة المحتفظ بها وباستثناء تلك الأرباح غير المتكررة فإن أرباح العام الماضي ارتفعت بنسبة 46% قياسا بـ 22 مليار درهم أرباح العام قبل الماضي بغير الأرباح الاستثنائية قال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز إن هناك 56 ترحا عما أوليا قيد التنفيذ في السوق الرئيسية والسوق الموازية وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30% من نفس الفترة من العام الماضي أضاف القويز خلال حديثه بملتقى السوق المالية السعودية المنعقد اليوم الاثنين أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد أكبر القطاعات من حيث عدد الإدراجات وحجم رأس المال الذي تم جمعه في السوق المالية وكانت سوق الاقتتابات العامة الأولية في المملكة ناشطة على مدار العامين الماضيين حيث أدى ارتفاع أسعار النفط وزيادة اهتمام المستثمرين الدوليين إلى دفع المعنويات الإيجابية حتى مع تراجع التروحات عالميا حققت شركة الاتصالات السعودية التي تعد خامس أكبر شركة مدرجة في السوق السعودية أرباحا تجاوزت 13 مليار ريال بنهاية 2023 مقارنة بأرباح بلغت 12 مليار ريال تحققت العام قبل الماضي وقالت الشركة أن سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية يرجع الارتفاع الإرادات بمبلغ يناهز 5 مليون ريال سعودي والذي يقابله ارتفاع في تكاليف الإرادات بمبلغ يقترب من 4 مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي استحوز صندوق الاستثمارات العامة السعودية على حصة 40% من الأسهم المصدرة للزامل للخدمات البحرية السعودية وهي إحدى الشركات السعودية العاملة في مجال تشغيل صفن الدعم وأعمال الإنشاءات البحرية في المملكة وسيصهم استثمار الصندوق بحسب بيان صحفي في تعزيز القاعدة الرأسي مالية للشركة بما يمكن الزامل للخدمات البحرية العاملة ضمن القطاع الخاص في المملكة من مواصلة توسيع خدمتها وتنمية أسطلها ترجمة نانسي قنقر